الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسل وآله وصحابته وتابع من واله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا ننبه لثلاث تنبيهات التنبيه الأول الصراع بين الحق والباطل قائم إلى يوم القيام و قال الله عز وجل في كتابه المجيد وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فالصراع قائم بين الحق والباطل والحق يعلو ولا يعلى عليه والتنبيه التاني إنه الدعوة ما نبز الدعوة مقارعة أو تبليغ لآيات الله وكلام رسول الله والمعترض يجي ناقش بالكتاب والسنة التنبيه التاني أن هذه الحلقة حلقة حميدة يا حميدة هذه الحلقة ما أقيمت إلا للتشويش وصد الناس عن دين الله الصحيح دائرة الناس الوحد وسمعوا التوحيد تاني يرجع يبقوا صوفية ويعبدوا القبور ويعلقوا حجبات ودي ما بتلقى يا حميدة الناس يفاهمه والناس يواعيه الناس يعرفوا التوحيد ما في زلتان من زلاله ولا يفكي والله الذي لا إلى غيره ولا رب سواه التنبيه التالي الآن بندعوك يا حميدة الآن ندعوك لمناظرة تجي ولا نجيك يا حميدة تجي ولا نجيك ندعوك الآن لمناظرة ما تتبجح كلام ما بنفع تارين بيان بالعمل تعال خش الساحة ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا وما بتقدر والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه يا حميدة ويا الليزارك ويا الركاني ويا غير ويا غيره كل صوفية الضلال ما يقدر يواجه الحق ما بتقدر لأن ربنا قال في القرآن ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ربنا قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا حميدة ندعوك الآن الآن لمناظرة تعال أثبت أن التصاوف من الدين واسه زي ما قلت قال صلاة الفاتح موجودة في صفة الصلاة كذاب ومفتري ودجال صلاة الفاتح دي ناجير أحمد التجاني من راسه ما عنده أي علاقة لا مع الكتاب ولا مع السنة بل هي من وحي إبليس وتعالنا نقص في الكلام ده تعال 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 يا حميدة تعال يا كل ما معه حميدة تعال ناغشنا ما بتقدر ما بتقدر والله ربنا قال في القرآن في صورة ياسين وانا ذلك كيف مع الآيات دي مع انه الصوفية بيقول صورة ياسين لكن الآيات دي ما بيفهموها يقول لك ياسين لما قرأ له حديث باطل وكذا ربنا قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أول حاجة ربنا يخاطب الناس قال لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ربنا حذرنا في القرآن والنبي حذرنا في السنة إنه ما نعبد الشياطين وما نتبع الشياطين ربنا قال في القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان فمن دعا غير الله فقد عبد الشيطان. شفت دعيت غير الله عبدت الشيطان. حلفت بغير الله عبدت الشيطان. ذبحت في القبة عبدت الشيطان. طفت بالقبة عبدت الشيطان. علقت حجاب واعتقدت فيه عبدت الشيطان. شربت بهاية واعتقدت انها بتزيل عنك البلاء وغيره وغيره وهي من الدجل والشعودة عبدت الشيطان ربنا قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ربنا ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه وتعالى ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالذي يعبد الله لا يخشى إلا الله يفتزون البيع بضله ما بخاف إلا من الله والله الليلة الصوفي الصوفي عشان في قلبه في في طمنتاشر وثن وطمنتاشر فكي وطمنتاشر إله قال نادي أبو العباس بناديه سيدي ساكنفاس عبدت أبو العباس وعبدت التجاني رغما عن أنفك ورغما عن أنف التجاني دعيته دعيت التجاني ناديت الساكنفاس عبدت برضو إذا قلت يا رجال العلفون الأسرع من التلفون برضو عبدت رجال العلفون ولو قلت بلسانك أنا لا أعبدهم ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر مجرد ما دعيته واعتقدت أنه بيسمعك وبيلحقك وبيبزعك اتخذته إلها مع الله وإن يعني أنكرت ذلك بقلبك بلسانك لو قلت لا أنا ما عبدته أنا ناديته وتوسلت به ولا دال عندهم جاه ربنا برضو عبدته ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ما عنده دليل ما في دليل في القرآن ولا في السنة إنه مخلوق يعبد مع الله عز وجل الأفضل إذا جازت العبادة وما بتجوز العبادة لأي مخلوق كانوا لبياء الأنبياء بل الله عز وجل سوف يسأل عيسى عليه السلام يوم القيامة يا عيسى بن مريم ربنا بيقول له يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك يتبرأ من عبادة النصارى ويبين أنه ما قال لهم قال الله عز وجل قال على لسان عيسى قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي ربكم فكل من دعا مخلوق فقد جعله إله وربنا قال في القرآن آيات كثيرة تأمر بالعبادة ربنا قال في صورة البقرة أول لداء يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا ما تجعل لها الله والليل الجماعة الكل والصوفية النصبهم بنادوهم مع ربنا كعبد الرحيم الزريبة وده أكبر صوفي دعا للشرك في البلد ما في زول في السودان دعا الناس إلى عبادة غير الله كعبد الرحيم الزريبة والله يجد حامل لواء الشرك والتضليل في هذه البلاد وليس له مثيل في هذه البلاد والله يجد البرعي حامل لواء راية الشرك والتضليل في هذه البلاد يدعو الناس إلى عبادة غير الله يدعو الناس إلى دعاء غير الله يدعو الناس إلى الاستغاثة بغير الله يدعو الناس بأن يتوجهوا لغير الله ده كله في كتبه موجود مسجل بالصوت والصورة والقصائد والكتب والحمد لله ما بيقدر ناخش ما بيقدر لا حميدة ولا ضنب حميدة وده ده زان مسكين ساي زي ما قال أخونا محمد عبض دارنا وقريشات أسأل ودينك خمسين الف يومينتك كم يا حميدة يومينتك كم خمسين أسألنا دقالك الساري بلديك الخمسين بتسكت ما بتسكت لأن كت داعي الضلال تريد أن تعبد الناس لغير الله والله يدعو الناس ثاني يرجعوا عبادة القبب وعبادة الشيوخ وعبادة البشر من دون الله رب العالمين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدون مبين الشيطان عداوته باينة وظاهرة ولكن له جنود شوفت الشيطان عنده جنود ومن ضمن جنود إبليس حميدة أب صلعة صاحب الحمامات الذي يتكلم على مرمى حجر من هذه الحلقة والله من جنود إبليس لأنه نحن أنا في المحل نقول لك توكل على الله واذبح لله وادعو الله واستغذ بالله وانظر واتوكل واصرف كل العبادات لله وحميدة يقول لك برضو عندنا أولياء بيعلموا الغيب وبيجيبوا الرايحة وبنزلوا المطر وعندنا حجاب بتعريزك يدعوك للشرك بالله عز وجل إنه لكم عدو مبين وانعبدوني هذا صراط مستقيم الصراط المستقيم هو عبادة الله عز وجل واهده جل جلاله وترك عبادة ما سواه ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وانعبدوني هذا صراط مستقيم فالصراط المستقيم يتمثل في أن تعبد الله عز وجل وحده وأن تجعل قدوتك وأسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتك وقدوتك تخلي والنبي عليه الصلاة والسلام ما تتبع لا شيخ طريقة ولا رئيس جماعة ولا رئيس طائفة ولا حزب ولا غيره ولا غيره لأن ربنا قال في القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا الشيطان أضل الناس بالشهوات والشوهات واستعمل فيها الجنود زي ما قلنا الشيطان عنده جنود ربنا قال فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وقالوا وهم فيها يختصمون طالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون يفتع هنا في الأسف الدنيا ما بيقبل فيهم أبونا فلان والمقدم فلان وشيخ فلان والطويل باعوا البرقوا لماعوا مكاشفينه والزمان أصابقية وغير من الألغاب التي ألصقت بها أولا الطواغيت المرغني يقول في كتابه إن كنت في هم وغم فقم وانده ونادني بيا مرغني وآتيك بسرعته ده المرغني طاغوت وابتعى القادرية قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة القادر هذا صاحب شيخ ألمين أو شيخ شيخ ألمين شيخ الآن نجرى الطريقة ذات قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكو حاضر الميزان يوم الوقيعة أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوتي أكذب ما أبحلك والله ما أبحلك هو يوم القيامة أبوك الشيخ ذات تبقى بالطريقة تحله يحلك يتكفن وربنا قال الأنبياء النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء يقول سلم سلم ربنا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد عذاب شديد كل مرضعة تجدع ولده تقول لا يحلك وكذب ما بحلك ربنا قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مريء منهم يومئذ شانوا يغنيه شان كذا أحذر نحذر المسلمين من كافة الطرق الصوفية كل الطرق الصوفية طرق بتاع الجهنم كل الطرق الصوفية طرق بتاع تبلس كل الطرق الصوفية تدعو إلى الضلال كل الطرق الصوفية تدعو إلى شركة من الله عز وجل وتعال يا حميدة ناغش تعال ناغش وتعال ناظر وما بتقدر ندعوك الآن مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة تعال ناظر يا حميدة الجعجع ما بتنفع والكوارك ما بتنفع والحلاقين الكبيرة ما بتنفع تعال خش الميدان تعال خش الميدان ما بتقدر تجي نجيك يا حميدة نجيك ما بتقدر تجي نجيك وما بتقدر يا اما تجي يا نجيك واحد فيها اذا قلت وسأ اي واحد من ادبعهم اذا خليه مش يكلم وقول له الناديل قالوا مستعدين ناظروك تعال ناغس الان تعال ناغس وناظر تعال وافق قال ما بقدر يجي عنده رطوبة عندك رطوبة ما بتقدر تقوم ما كسر تعال نحن بنجيك ولا ما تكوارك ساي ما بحل لك الكوارك ما بتحل ربنا قال عن المشركين الاوائل وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون داري شوي جعل الناس وفيه مرات بيشغل مدايح عشان تعالفوا ضلال مبين بعد ما يشغل المدايح والقصائب عنده بنية بيعلقة ويشغلها بعد ذلك تاني يدق الكورة طبعا يا جماعة والبلد بيقى الصعبة والظروف الصعبة وشوفوا لان حق العصير عصير ما بتخجر يا كبير لان حق العصير ما تمشي تشتغل في السوق اشتغل في السوق عشان كده ربنا قال في هذه الآيات ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي والله الشيطان أضل جبلا كثير من الناس أضل الصوفي أضل الأخوان المسلمين وأضل جمعة التبليغ وأضل حزب التحرير وأضل داعش وأضل غال من أهل البدع أضلهم الشيطان ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ما عندكم عقول إنت يا حميدة ما عندك عقول تدعو الناس إلى عبادة غير الله تدعو الناس إلى سلوك غير طريق رسول الله إنت ما عندك مخ ألا تعقل أيها الشيخ الأجوز الضال ما بتعقل إنت وما تكورك الآن ندعوك لمناظرتين مرة تالت تعالنا أقدم أخونا محددين فلت وضع مجزة ماجورة السلام عليكم أدخل ترجمة نانسي قنقر